يعني هذي السيارة تخيل بس احنا نفتر فيها داخل الكويت نبي نروح نعتمر نبي نروح نمثل دولة الكويت في التجمعات دول قليلة الثانية ممنوع احنا بس نبي يتساهلون معانا ونوصل الرسالة هذي حق الجهات المعنية احنا ناس مظلومة ترى فيه وسطات قاعدة تصير عن طريق نائب أو عن طريق أشخاص علشان بس والله يعطوننا استثناء واحد استثناء واحد مرة واحدة فقط انك تسافر ترد وممكن ما يعطونك يعني لأي درجة مصعبينها حصلت معايا انا كلمك عندي سيارة محجوزة من 2019 وفي دليل وبرنت موجود وليه يومك هذا السيارة بقراج الحجز يعني انا ادفع ارضية دينار باليوم ممكن يكلف للحين 3000 يمكن او 2000 دينار بس ارضية لما نروح الراجع ممنوع ممنوع بعدين بعد كورونا زين الحين حاليا كورونا انا شنذن بي تقعد السيارة بالحجز طلعوها قلوها بعد كورونا تبطل يعني الابعاد للسيارات السعودية قعدوها يعني هذا مقصدي من الكلام وهم سيارات السعودية اللي عندنا يعني النظيفة وهذا اللي قاعد نستعملها ونقدر ما نقدر نروح نسافر عليها ونقدر نروح ولا نقدر نشارك برا ولا ولا اي مكان بس انها داخل الكويت ليش نبي نعرف السبب واحنا رسالة نوصلها عق اخواننا واخواننا ان شاء الله فيهم الخير خلي التفتون حق اخوانهما للسيارات هذي ترى انتو ظالمين للسيارات هذي والله العظيم حطوا لجنة حق السيارات اللي تستخدم للستهتار سووا لهم رابطة خلوها مبطلة يعني قاعد يبطلونها بالسنة شهر يعني ينزلوا هدع الشهر شونا خليها السيارة واقفة همى السيارات اللي تشارك بالرابطة هذا همى ظلومة